نسعى فقط لكي نطرح مزيدا من الأسماء لكي نوسع تأكيد دائرة علمنا بجهلنا كما قال الإمام الشافعي هذا هو العلم هؤلاء هم الحاذقون هم الفاهمون وهؤلاء هم المتواضعون ولذلك التواضع الحقيقي في العلماء الحقيقيين وليس في الجهلاء الحقيقيين ولذلك ما أجمل ما يقول العلماء يقولون اليقين الصلب أعم من دائرة ماذا الجهل المركب ما معنى هذا من الذي يدعي اليقين قد تقولون يدعي اليقين حالم متحقق من علمه فيلسوف بارع في فنه كما قلت هذا خائن للفلسفة لكن انتبهوا بغض النظر عن هذين الاثنين يدعي اليقين أيضا الجاهل جهلا مركبا الذي يتكلم في غير فنه وبغير علم أراسه وستون سيفا كما تقول عامة أنه ألقى بالقول الفصل أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل وستنتهي إليه الأواخر إذن اليقين أعم من أن يكون ماذا جهلا مركبا قد يدعي أيضا أي عالم وفيلسوف بطرق الاستدلال والتجريب لكن يعم الاثنين إذن الجاهل المركب يشرك حتى من يدعون أنهم أوفوا على الغاية في فهم الحقائق هذه شركة غير مشرفة شركة غير مشرفة